المصر العربية ضفة إلى بحث مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى لدى وصوله مطار القاهرة الدولي أخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وسعادة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة لدى وصوله بالتصريح التالي يطيب لنا ونحن نصل جمهورية مصر العربية الشقيقة أن نعرب عن سعادتنا بهذه الزيارة واعتزازنا الكبير بما يجمع بين بلدين وشعبين الشقيقين من علاقات أخوية تاريخية ووثيقة سنظل نفتخر ونعتز بها إن هذه الزيارة تأتي ضمن اللقاءات المتواصلة مع أخينا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تأكيدا للنهج الحكيم الذي تسير عليه العلاقات بين البلدين والحرص الدائم على التشاور والتباحث حول كافة القضايا التي من شأنها المضي بالعلاقات الثنائية بين بلدين لأفاق أرحب على المستويات كافة وحول القضايا العربية والإقليمية ضمن مساعين المشترك وجهودنا الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومعالجة كافة مشكلاتها بما يضمن الحفاظ على المصالح العربية والإسلامية وإننا إذ نقدر عاليا الدور المحوري والريادي لجمهورية مصر العربية في تعزيز العمل العربي المشترك وحماية الأمن القومي العربي ونصرة قضايانا في جميع المحافل الإقليمية والدولية واعتزازنا بمواقفها الأخوية المشرفة والصلبة تجاه بلدنا لنؤكد وقوفنا بكل ثبات وقوة في جميع الظروف مع جمهورية مصر العربية بقيادة أخينا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي دعينا المولى العلي القدير أن يديم علينا نعمة الإخاء والترابط وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار